السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصناعيها بنفسك لتعلم الكروشي والاعمال اليدوية تعالوا نهاردة نتعلم مع بعض طريقة عمل شال كروشي مسلس بغرزة كلاسك جدا جدا ده الخيط اللي انا هستخدمه الخيط ده متوسط السمك زي ما انتم شايفين يعني خيط متوسط السمك كويس للغرزة دي نشتغل مع بعض غرزة المروحة والخيط بتاعي هنا هيمالايا افريدي سوبر لوكس الخيط في لمع بسيطة كده ناعم و جميل جدا وطبعا تقدروا تستخدمه خيط صيفي زي ما انتم عايزين في الغرزة دي بلاش الخيط السميك يعني رفايع او متوسط والابرة بتاعتي رقم اربعة ملي متر بتستخدمه الابرة المناسبة لسمك الخيط يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله في البداية هكون حلقة هشتغل جواها بسيب كده جزء من طرف الخيط وبابتدي الف الخيط لفها واحدة ويباشتغل هنا دي كده عقدة البداية وبعد كده برتفع عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر سلاسل مش كتير على الحلقة بتاعت البداية علشان قاعدة المسلس او شال تبقى مصبوطة ومفروضة هدخل هنا في اول سلسلة وهياخد الخيط واطلع بيه من الحلقتين ودي الحلقة اللي انا هبدأ اشتغل جواها دلوقتي برتفع من هنا تلات سلاسل والتلات سلاسل دول انا بعتبرهم عمود بلف وهلف الخيط على الابرة وجوه نفس الحلقة هبتدي اكمل شغل الاعمدة يعني كده ده العمود رقم اتنين ودي طرف الخيط معايا افضل واخدام عايا تحت الاعمدة وكده العمود رقم تلاتة وبافضل ماشي بنفس الطريقة يبقى كده العمود رقم اربعة والعمود بلفة رقم خمسة وبكمل بنفس الطريقة انا عايزة اكملهم عشرين عمود بلفة كده العمود رقم ستة وهمشي كده بنفس الطريقة لحد ما هنكملهم عشرين تمام كده انا كده وصلت لحد عشرين عمود بلفة اول ثلاث سلاسل معايا اعتبرتهم اول عمود من ضمن العشرين عمود يبقى كده ده العدد الاعمدة لو حابين تتأكدوا من العدد ولازم طبعا تبقوا تأكدين من العدد في البداية بتاعتنا ودي طرف الخيط تبقى منه جزء صغير خلوه للنهاية خالص تبقوا تقصوه بعد كده للسطر رقم اتنين برتفع ثلاث سلاسل وبعتبرهم عمود بلفة والسطر ده زي السطر اللي فات بالزبط يعني اول ثلاث سلاسل دول اعتبرتهم عمود فوق العمود الاول فبالتالي هروح هفوت كده العمود الاول هنا واروح على العمود اللي بعده وهاشتغل العمود بلفة رقم اتنين وهافضل ماشي كده فوق كل عمود باشتغل عمود وهيفضل المجموع عندي عشرين عمود بلفة فوق العشرين عمود بلفة اول ثلاث سلاسل معي اعتبرتهم اول عمود بلفة في السطر فيش عندنا فواصل انا بشتغل عمود وبعده العمود اللي بعده على طول فوق العمود بالشكل ده فوق كل عمود بشتغل عمود هكملهم عشرين بنفس الطريقة كده لحد ما هوصل لنهاية السطر خلاص كده خلصت العشرين عمود بلفة فاطلي بس اخر عمود هشتغلوا معاكم دول تسعة عشر ما شدوش ايديكو جامد يعني في السطر ده علشان الاعمدة ما تبقاش مجدودة تفضل مفروضة كده اخر عمود هنا بشتغله علشان بس لو مبتدئين ما تتلخبطوش بنشتغله فوق التلت سلاسل اللي انا من البداية ما اعتبرهم عمود اه فين بندخل هنا بندخل في السلسلة التالتة من التلت سلاسل بندخل كده ونشتغل العمود رقم عشرين وبس احنا كده خلصنا وادي الشكل عشرين عمود بلفة فوقهم عشرين عمود بلفة وتعالوا نبدأ للسطر الجديد شغلة مروحة سهلة جدا للسطر الجديد انا هرتفع تلت سلاسل وبرضو التلت سلاسل دول انا باعتبرهم عمود بلفة وبلف الشال عندي هنا فيه فاصل سلسلة واحدة بس فانا هضيف على التلت سلاسل دول سلسلة واحدة بس اللي هي الفاصل تمامي بقى كده اربعة والف الخط على الابرة وهامشي على انا كده خلاص اشتغلت هنا هروح على العمود اللي بعده وهاشتغل عمود بلفة وزي ما اتفقنا احنا اشتغلنا عمود وسلسلة فاصل وعمود ودي سلسلة فاصل وهلف الخطة على الإبرة وهروح فوق العمود اللي بعده وهشتغل عمود بلفة يعني هنا إحنا مش بنفوت أي عمود إحنا بنشتغل فوق كل عمود عمود ودي سلسلة فاصل ونمشي بنفس الطريقة كده هتفضل الجرزة بتاعتنا مظبوطة ومفروضة ودي سلسلة فاصل وهكذا لحد نهاية السطر بنشتغل فوق العمود كده بنشتغل عمود وبعده سلسلة فاصل ما بنكون العمود والتاني وعلى العمود اللي بعده نشتغل عمود وهكمل لحد نهاية السطر ووصلت خلاص لحد نهاية السطر لحد دلوقتي الشغل سهل جدا وما فيهوش أي تفاصيل ولا أي تعقيدات فضلي بس تقفل السطر بنقفله مع بعض علشان ما تطلخبطوش لو مبتدئين في الكروشي طالما اعتبرنا أول ثلاث سلاسل عندي هنا عمود يبقى أنا بلف الخط على الإبرة نشتغلت خلاص السلسلة الفاصل هقفل هنا أدي واحد اتنين في السلسلة الثالثة بندخل وبنشتغل آخر عمود بلفة وبس احنا كده خلاص قفلنا السطر يبقى احنا كده اشتغلنا أول ثلاث سطور من المروحة في البداية طبعا بيبقى عندي مروحة واحدة بس بتبقى مروحة مزدوقة بارتفع ثلاث سلاسل وبعتبرهم عمود بلفة وبالف في الغرزة وهنا هيبقى فيه عندي فاصل عشر سلاسل فانا هزود على التلاتة دول بزود عليهم عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى انا كده اشتغلت تلاتاشر سلسلة مفيش عندي هنا غير الفراغات دي فانا هشتغل على الفراغات دي اول حاجة هعملها هفوت اول فراغ وهروح على الفراغ اللي بعده يعني اول فراغ بفوته واروح هنا في الفراغ ده زي ما انتو شايفين كده ونشتغل غرزة حشو اهو ده الشكل وارتفع خمس سلاسل وبرضو بفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده وباشتغل غرزة حشو وتاني بارتفع خمس سلاسل وبفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده وباشتغل غرزة حشو واخر مرة بارتفع خمس سلاسل ونرجع تاني بفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو وده يبقى الشكل عندنا هادي تلات فراغات كل فراغ خمس سلاسل وبدأت اول حاجة بفراغ اللي هو فراغ اللي كان فيه عشر سلاسل فاصل بعد كده ارتفع تاني عشر سلاسل وبفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو وتاني هرتفع عشر سلاسل لان انا بيبقى فيه في المنتصف بتاع الشيال عندي فيه مروحتين جنب بعض فانا هنا بأسس لشغل المروح ادي عشر سلاسل جنب العشر سلاسل وبدأت هنا بعشر سلاسل بنفس الطريقة احنا ماشيين بفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو نرجع تاني نكرر نفس الشغل اللي عملناه في النص التاني من الشال تعالوا نشوف كده مع بعض برتفع من هنا خمس سلاسل وبفوت الفراغ اللي جاي وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو وبكرر تاني خمس سلاسل انتوا عارفين لو فيه غلط هنا في عدد الاعمدة عندكم هيبان في السطر ده لان طبعا هو اللي بيحدد لنا عدد الفراغات دي وبيخليها تظبط معنا او لا انا لحد دلوقتي كده اشتغلت فراغين كل فراغ خمس سلاسل هكملهم تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبفوت الفراغ ده وبروح على اللي بعده وبشتغل غرزة حشو هنا خلاص احنا بنقفل السطر اه دي تلات فراغات كل فراغ خمس سلاسل يبقى انا كده مفروض انهي السطر فراغ اه عشر سلاسل فانا هنا ارتفع عشر سلاسل اه وكده شغلنا مزبوط اتبقى عندي فراغ واحد بس بلف الخط على الابرة وبعد واحد اتنين تلاتة انا كنت طبعا ارتفعت اربع سلاسل بدخل كده في السلسلة التالتة وبشتغل عمود بلفة كنت ارتفعت تلات سلاسل وسلسلة فاصل بدخل هنا في السلسلة التالتة وبقفل الفراغ بالطريقة دي وكده نبقى انا هنا السطر من السطر اللي جاي هنبدأ نشتغل شغل المروحة بتاعنا طبعا هيبقى فيه تزايد ده بيبقى الشكل طبعا قاعدة المسلسة عندي كده ابتدت تبقى واضحة وهنكمل كده شغل المروحة بمنتهى السهولة بارتفع من هنا هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهبتدي شغل المروحة بنفس الطريقة اللي انا بدأت بيها بلف الشال خلاص التلات سلاسل دول انا هتبرتهم عمود بلف الخط على الابرة وبروح على فراغ العشر سلاسل اول فراغ هيقابلني وهنا هشتغل عشرة عمود كده انا بشتغل العمود رقم اتنين واشتغل العمود رقم تلاتة ونكمل الاعمدة لحد ما نوصل لعشر اعمدة بلفة وبأكد عليكو تاني نخلي بنا كويس من العدد لو مبتدئين لو فيه غلطة في العدد مش هتبان الا بعد كزا سطر فنعد افضل قبل ما نتنقل للخطوة اللي بعدها يعني مش هنخسر حاجة خالص نشتغل كده العمود بلفة ونكملهم عشر اه بالشكل ده عمود بلفة واخر عمود بلفة اللي هو رقم عشر العدد بتاعنا كده مزبوط الخطوة اللي بعد كده بعد ما خلصنا عشر عمود بلفة على طول بدون اي سلاسل قدامي تلات فراغات هروح على الفراغ الاول وهشتغل غرزة حشو من غير اي سلاسل فاصل بعد كده او الشكل كده هرتفع خمس سلاسل وهروح على الفراغ التاني من الثلاث فراغات وهيه هشتغل غرزة حشو انا فوق الثلاث فراغات هكون اتنين وهنشوف دلوقتي ودي خمس سلاسل وهروح على الفراغ التالت وهشتغل غرزة حشو وبس كده شايفين الفراغات شكلها ده الشكل اللي احنا عايزينه كان عندنا هنا واحد اتنين تلاتة وبعدهم واحد والفراغ التاني تلات فراغات فوقهم فراغين هنا تناقص يعني في الفراغات بدون اي سلاسل هلف الخيط على الابرة وهروح على فراغ العشر سلاسل اوه شايفين الفراغين دول كل فراغ عشر سلاسل هروح على الفراغ الاول اللي هو ده وهشتغل فيه عشرة عمود بلف واحد اتنين مو بكمل الاعمدة بكملهم عشرة عايزاكوا تتأكدوا كويس جدا من العدد مهم جدا جدا في شغل الشالدة قبل ما تنسوا انزلوا اعملوا لايك للفيديو دلوقتي وكمان ما تنسوش انا يعني ان شاء الله الفيديو هيعجبكو وتعملوا مشاركة كمان مع كل اصحابكو للفيديو نكمل كده العدد عشر الغرزة بتاعت الشالدة سهلة قوي للمبتدئين يبقى انا كده اشتغلت هنا في الفراغ بتاع العشر سلاسل اشتغلت فيه عشرة عمود بلف تمام كده بدون اي سلاسل مفيش اي فواصل هلف الخطة على الابرة وهروح برضو على فراغ العشر سلاسل الفراغ التاني وهاشتغل عشرة عمود بلف في المنتصف بتاع الشال بيبقى فيه مروحتين مع بعض جنب بعض مفيش بينهم اي فواصل نشتغل كده اعمدة بلف والغرزة دي برضو مش بتستهلك خيط كتير يعني ممكن خمس شلات بالكتير قوي تقدروا تشتغلوا بيهم بشال مقاس متوسط مقاس حلوة يعني معقول يبقى انا كده اشتغلت عشرين عمود بلفة في كل فراغ عشر سلاسل اشتغلت عشر اعمدة وما عنديش هنا فواصل اشتغلت العشرة وبعدهم العشرة على طول ودلوقتي هكمل هنرجع طبعا نكرر نفس اللي اشتغلناه في النص الاول من اللاشال فانا هجي دلوقتي قدامي تلات فراغات على طول هروح على الفراغ الاول وهشتغل جرزة حشو وبعد كده هرتفع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على الفراغ اللي بعده وهشتغل جرزة حشو ونرجع تاني نرتفع خمس سلاسل وعلى الفراغ اللي بعده على طول هشتغل جرزة حشو اللي هو الفراغ التالت من التلات فراغات ونشوف كده شكل الفراغات زي الجزء اللي فات ايدي واحد اتنين تلاتة وفوقهم فراغين التلات فراغات فوقهم فراغين وبدون اي سلاسل فاصل هلف الخط على الابرة وخلاص كده هروح هنا في الفراغ الاخير اللي هو فراغ العشر سلاسل وهشتغل هنا عشرة عمود بلفة هننهي بيهم السطر وكده خلاصنا هنا السطر نهناه بعشرة عمود بلفة هنا وهنرتفع للسطر الجديد هرتفع تلات سلاسل للسطر الجديد وبلف الشال وببدأ شغل طبعا انا عندي هنا عشر اعمدة هشتغل فوقهم برضو عشر اعمدة تلات سلاسل دول انا خلاص اعتبرتهم عمود فبالتالي هكمل عليهم لحد ما هكمل عشرة عمود بلفة يعني انا هفوت العمود ده وهروح على العمود اللي بعده هبتدي اشتغل العمود بلفة رقم اتنين ولف الخط على الابرة وهي دي العمود بلفة رقم تلاتة علشان كده بقول لكم العدد مهم جدا احنا فوق العشرة بنشتغل عشرة وزي ما انتوا شايفين اختصرا للوقت هدي كده اول عمود اتنين تلاتة وبنكمل العدد عشرة مزبوط كده العدد عندنا عشرة عمود بلفة ونروح على الفراغات يعني ده الجزء المهم على الفراغ الاول بشتغل غرزة حشو وبارتفع خمس سلاسل وعلى الفراغ التاني بدخل يعني بشكل حر كده تحت السلاسل وبشتغل لغرزة حشو يبقى كده عايزين نشوف شكل الفراغات ادي واحد اتنين تلاتة وفقهم كان في فراغين وبعد الفراغين فراغ واحد بنتناقص في الفراغات وبالف الخط على الابرة والجزء ده هشتغل كله اعمدة متتالية يعني عشرين عمود وربعة ادي اول عمود نخلي بالنا من شكل اول عمود علشان برضو العدد يزبط معنا ونكمل ادي العمود التاني وهكذا الحد ما هنكملهم عشرين عمود بلفة يعني نختصر الجزء ده الجزء بتاع الاعمدة هو بس يعني نخلي بالنا من العدد وهرجع لكم بعد العشرين عمود اكمل كده وهرجع لكم خلاص كده كملتهم عشرين عمود بلفة فوق العشرين عمود بلفة عشرة وعشرة ما عندناش ثلاث الفواصل بأكد عليكم تاني بعد ما خلصت الاعمدة هكرر تاني نفس الشغل بتاع الفراغات عندي فراغين هروح على الفراغ الاول وهشتغل جرزة حشو وبرتفع خمس سلاسل وعلى الفراغ اللي بعده باشتغل جرزة حشو بنفس طريقة العمل ادي واحد اتنين ثلاثة فوقهم اتنين ودي فراغ واحد في الاخر وبلفة القطع على الابرة وفوق العشر اعمدة دول انا هشتغل عشر اعمدة زي ما بدأت السطر بالزبط هكملهم كده عشر اعمدة لحد النهاية وهرجع لكم خلاص كده انا بكمل معاكم دلوقتي لعمود رقم عشرة بنشتغلوا في السلسلة الثالثة من الثلاث سلسل اللي انا كنت ارتفعتهم في البداية خلاص انا كنت ما تبراهم عمود يبقى كده احنا نهينا خلاص للسطر ودي شكل المروحة الغرزة دي جميلة جدا وسهلة بارتفع تلات سلاسل باعتبارهم عمود بلفة وبلف الشال وهنا هيبقى فيه عندي السطر ده هنكرره فبالتالي سلسلة فاصل يبقى انا كده ارتفعت اربعة بفوت العمود ده وبروح على العمود التاني وهاشتغل عمود بلفة وسلسلة فاصل طبعا انتوا اغدين بالكم من التكرار بيمشي ازاي ودي عمود وسلسلة فاصل وهكذا باشتغل العشر اعمدة بنفس الطريقة كده عمود سلسلة عمود سلسلة خلاص كده اشتغل اخر عمود خلصت شغل العشر اعمدة وده بيبقى الشكل بدون اي سلاسل فاصل انا بقى عندي هنا فراغ واحد فراغ واحد وبس بدخل في الفراغ ده وباشتغل غرزة حشو وباشد كويس علشان الفراغات تبقى واضحة وبدون اي سلاسل هلف الخط على الابرة وهكرر بنفس الطريقة الشغل ده على العشرين عمود اللي هو بطريقة عمود سلسلة عمود سلسلة ودي اول عمود ببتدي اشتغل اول عمود بلفة من العشرين وسلسلة فاصل وعلى العمود اللي بعده بنفس الطريقة عمود سلسلة عمود سلسلة لحد نهاية العشرين عمود اختصرا للوقت بسرعة كده انا هتملهم وهرجع لكم شايفين كده الشكل بعد ما خلصت عمود سلسلة عمود سلسلة طبعا المجموعة بتاع الاعمود عندي بيبقى عشرين زي ما هو شغلنا مظبوط والغرزة بتبقى جميلة كل طبعا ما بنرتفع بالسطور فراغ واحد عندي بدخل وباشتغل هنا غرزة حشو وبلف الخط على الابرة وبروح على العشر اعمدة دول اللي في النهاية وبامشي بنفس طريقة العمل عمود سلسلة عمود سلسلة لحد نهاية السطر وهنا وصلت لنهاية السطر فاضلي بس اخر عمود ايدي سلسلة اللي هي فاصل ما بين العمود والتاني وهنا في السلسلة التالتة بدخل وباشتغل عمود بلفة وبس كده خلاص خلصنا شغل السطر كده واخدين بالكم من التكرار بتاع الغرزة دي بيمشي زي طبعا يعني انا بشتغل معاكم كده جزء علشان بقى الخطوات تبقى سهلة بارتفع تلات سلاسل بعتبرهم عمود بلفة وبابتدي انا اكرر السطر ده اللي هو كان فيه العشر سلاسل فانا بضيف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى انا كده ارتفعت كم سلسلة كده ارتفعت تلاتة تلاتة وعشر اول فرق بفوته بروح على اللي بعده وباشتغل غرزة حشو وبعد ما اشتغلت غرزة الحشو بارتفع خمس سلاسل وبفوت الفرق ده وبروح على اللي بعده وباشتغل غرزة حشو يعني انا بكون تاني فراغات ودي خمس سلاسل وبفوت الفرق ده وبروح على اللي بعده وباشتغل غرزة حشو يبقى انا كده اشتغلت فراغين اللي هو كل فراغ خمس سلاسل فاضل لي التالت ارتفع كده خمس سلاسل وبفوت الفرق ده وبروح على اللي بعده وهنا برضو عايزاكوا تاخدوا بالكم جزء مهم جدا جدا لو مبتدئين وممكن جدا يلخبطكم يعني اشتغلت كده التلات فراغات نخلي بقى هنا على الفراغات اللي هنفوتها وشكل الفراغ بيبقى اعمل ازاي بارتفع من هنا آآ عشر سلاسل هنا طبعا بيبقى فيه فراغ العشر سلاسل فانا ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طيب هندخل فين بعد الفراغ ده بعد ما كونت خلاص الثلاث فراغات هنا انا طبعا بفوت فراغ وباشتغل في اللي بعد هنا نخلي بنا انا بفوت الفراغ ده وبفوت الفراغ ده لو هنسميه فراغ والفراغ ده وده كمان وهنا هبتدي افوت الفراغ ده ده الفراغ الاول يعتبر عندي الاول وهاشتغل هنا وباشتغل طبعا غرزة حشب واخدين بالكوا كده احنا فوتنا كام فراغ يعني لو هتعدو فراغ او انا بوضح لكم الشكل ادي فراغ وفوت المكان ده والمكان ده والمكان ده وده اول فراغ وبشتغل في الفراغ التاني ياريت تكون النقطة دي واصلة وبرتفع بعد كده خمس سلاسل طبعا بكون ثلاث فراغات متتالية كل فراغ خمس سلاسل ودي العشر سلاسل طبعا احنا لو اشتغلنا مظبوط عدد الفراغات هيثبت معنا بفوت الفراغ ده وبروح لنبعده بشتغل غرزة حشو ودي كمان خمس سلاسل المرة التانية وبفوت الفراغ ده وبروح لنبعده بشتغل غرزة حشو فضلي كده الفراغ التالت اللي هو فراغ الخمس سلاسل بارتفع الخمس سلاسل وبفوت الفراغ ده وبروح لنبعده بشتغل غرزة حشو وكده خلاص كونت ثلاث فراغات متتالية كل فراغ خمس سلاسل اهو ده الشكل اهو شايفين الشكل كده انا كده بأسس لمروحة جديدة وعندي تزايد في عدد المروح هنا هرتفع هكون الشكلين دول او الفراغين الجنب بعض بارتفع عشر سلاسل او يعني هنقول الجزء اللي فيه المنتصف اللي فيه مروحتين جنب بعض بفوت الفراغ ده وبروح على الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو طبعا انا هنا بيبقى عندي فراغين جنب بعض عشر سلاسل فانا كده بكرر العشر سلاسل مرة تانية وبردو بنفس طريقة العمل بفوت الفراغ ده وبروح على اللي بعده بشتغل غرزة حشو او شايفين كده بنكرر السطر ده بالزبط كل فراغ عشر سلاسل بيبقى فيه مروحة او شايفين كده الشكل تابعوا معايا لنهاية الفيديو هتشوفوا قاعدة اللي شلده تبقى مظبوطة ازاي وانتو شغالين امشوا بس كده بنفس الخطوات اللي انا بشتغلها واستنوا على السطور في حاجات كده بتبان بعد ما ترتفعوا شوية بالسطور وقاعدة المسلس او الشال شوية شوية هتزبط معاك بس انتو امشوا كده على نفس الخطوات بكمل كده بارتفع فراغ العشر سلاسل ونرجع تاني بفوت الفراغ ده بفوت المكان ده والمكان ده والمكان ده وده بيبقى اول فراغ انا يعتبر كده بفوته وبروح على الفراغ التاني وبشتغل غرزة حشو وبرتفع خمس سلاسل بفوت الفراغ ده وبروح على البعض وبمشي طبعا بنفس طريقة العمل لنهاية السطر ان شاء الله هتمشوا على الخطوات مش هتحتاجوا ترجعوا للفيديو تاني خالص وتشتغلوا وشال جميل وبصراحة هيبقى مميز وشال كلاسيك بقى عندي هنا اخر فراغ هكرر طبعا فيه فراغ العشر سلاسل كده شغلنا مزبوط بارتفع عشر سلاسل وهنا بقفل بعمود بلفة في هنا طبعا انا كنت ارتفعت اربع سلاسل تلاتة عمود وسلسلة فاصل فانا بعد واحد اتنين وبدخل هنا في التالتة بحيث ان انا ابقى سبت السلسلة الوحدة اللي انا كنت اشتغلتها فاصل واشتغل عمود بلفة هنا في النهاية طبعا لو فاكرين انا كنت بدأت السطر بتلات سلاسل اعتبرتهم عمود هنا بقفل طبعا بالعمود وبس انا كده خلصت السطر شغل في منتهى السهولة اشتغل معاكم جزء وهتشوفوا شكل السطور اللي انا ارتفعتها يبقى انا كده الفراغات اللي انا كونتها دي بأسس فيها او بأسس بيها لمروحة جديدة هكمل وهرجعلكم زي ما انت شايفين يعني ارتفعت كده شوية بالسطور ودي القاعدة بتاعت المسلس او الشال بتزبط معاكم شوية شوية ان شاء الله الشغل هيبقى سهل في الشال ده والتزايد بيبقى واضح يعني هو شال ما فيهوش تفاصيل معقدة يعني ودي شكل المروحة من قريب وبنكون الفراغات بنفس الشكل ده تلاتة اتنين واحد ان شاء الله الغرزة دي هتبقى سهل عليكم عدد المروح زي ما انت شايفين هنا في البداية كان عندي مروحة وهنا كان فيه مروحتين جنب بعض وعلى النهاية كان فيه مروحة التزايد بيتم ازاي هدي مروحة ودي التانية ودي المروحتين اللي بيبقى في منتصف الشال ودي مروحة ودي التانية والتزايد بيمشي بنفس الطريقة كده يعني تزايد واضح غرزة ما فيهاش اي لخبطة وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعملوا شايل جميل سواء للصيف او للشتاء والغرزة مضمونة ان شاء الله وما تنسوش لو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة وكمان عايزاكوا تشتركوا في قناتي التانية كروشي ستوديو دايما انا سايبها لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف يعني فيها فيديوهات ان شاء الله هتعجبكم وكده خلصنا الفيديو لحد ما نتقبل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية اللان